رأيهم في مستويات محترفين في الدوريات المختلفة وخصوصاً أننا مقبلين على مباراة مهمة جداً مع السنغال في خلال فترة الثلاثة أسابية الأبرز والأهم من وجهة نظر فاروق فيما يتعلق بالمصري المحترفين في الخارج فاروق يمكن الأسبوع ده ومؤخراً الاسم الأبرز كان تريزيجيه اللي بدأ يستعيد فورميته البدنية اللي بيتابع مبارايته في الدوري التوركي بيشوف أن تريزيجيه مستوى البدني ما اختلفش كتير عن بطولة الأمم الأخيرة في الملعب يمكن الإصابة كانت الناس كتير توقعت أن تريزيجيه شوية المشاط ده هيقل لكن بالعكس بنشوف أداء جيد جداً لأسبوع ده وقدر يسجل على الجانب الآخر بقى اللي يمكن لعب المطالب شوية بإظهار المزيد من القوة وإقناع الجماهير حتى جماهير فريقه وإقناع جماهير المصرية هو مصطفى محمد اللي جالة السرايب يعاني من أزمة كبيرة وبعد رحيل فاتح تريم حتى الأداء ما تطورش وحتى شفنا المباراة يمكن أربعة اتنين ومصطفى محمد مقدرش يسجل وحالياً نجوم جالة السرايب يتعرضوا لهجوم كبير جداً من قبل جماهيرهم ومن اللعبة دي مصطفى محمد اللي يمكن الجماهير احتفت به في بدايته مع الفريق وقدرته على تسجيل أكتر من هدف لكن هو متراجع منذ فترة وحالياً محمد شريف بنشوف أنه بيضغط في الدوري المصري وبيقدم مبارح مباراة جيدة جداً وعلى الجانب الآخر يبقى فيه منافسة شوية ما بينهم لو كارلوس كيروش اقتنع بمحمد شريف وقدر أنه هو يعتمد عليه في مباراة سنغال أعتقد أن محمد شريف هو الأجهز والأفضل حالياً طيب من الأسماء اللي احنا شفناها خمسة استقرر عليهم كارلوس كيروش صلاح وناني من الدوري الإنجليزي مصطفى محمد من الدوري التركي من جلاتة سراي عمر مرموش من الدوري الألماني وتريزي جي كمان من الدوري التركي هل من الأسماء الثانية اللي احنا استعرضناها وشفنا مشاركاتها مع فرقتها شايف يا وسيم ان في حد يستحق او عنده فرصة ان يكون متواجد مع المنتخب المصري في معسكره اللي جاي قبل المطشو بتاع السنغال لا يعني الحقيقة الأسماء زي ما احنا ذكرنا وحضرك قلت الوقتي وشوفنا الإحصائيات ما فيش حد يمكن فرض نفسه بقوة ان يقول انا استحقق يكون موجود مع كامح تراميل احمد حسن كوكا او كريم حافظ ما فيش حاجة قوية تلفت النظر تقول انه قار يستحق ان هما يكونوا موجودين خاصة المباراة مصرية مباراة مباراة السنغال المباراةين يعني هما اللي هيحسنوا التأهل لازم يكون اللعيب في اعلى مستوياته سواء اللعيب اللي حد تسأل عليهم او اللعيب الخمسة اللي تم ذكرهم او تم استقرار عليهم يعني من قبل فيه ممكن وجهة ناسة تقول لك والله مصطفى محمد يعني بقاله كتير غايب عن التهديف سواء مع المنتخب احدش بشكك في امكانات مصطفى لعيب انا قلت الحقيقة انه قماشا تحتاج انه لو اشتغل على نفسه اشتغل على المنتاليتي ممكن يروح لحتة بعيدة جدا لكن مع المنتخب مع جراتس راي مش بيمر بافضل احواله وده بيطرح انه يكون فيه اسماء تانية ممكن تكون موجودة صحيح لكن مصطفى محمد لما تجي ببص على البدايل اللي موجودة من المحترفين في الخارج هيبقى قدامك كوكا كوكا نفس الكلام ما فرقش كتير عن مصطفى محمد ممكن بقى يبقى البدايل زي ما قال فاروق تبقى بدايل محلية من الدوري المصري وزي ما اتكلم وقال انه محمد شريف ماشي في فورمة كويسة فممكن يكون هو دوقتي الاجهز والاقرب لكن على مصطفى محمد انه يراجح حساباته لانه زي ما قلت هو واحد من اللعيبة اللي ممكن لو ركز في الملعب يبقى في حتة تانية تمام الكلام مرتبط بتصريح قاله كارل أسكيلوش انه تابع مطشط الدوري المحلي وشاف انه المطشط ما افرزتش القماشة او اللعيبة اللي ممكن تلفت نظر وانت رايح على اهم مطشين في الموسم ده والموسم اللي فات والموسم اللي جاي لمنتخب مصر يعني ما فيش حاجة اهم من ان احنا نوصل كس العالم والأسف المواجهة مع انا بشوفه اقوى فريق في افريقيا دلوقتي هو فريق السنغاني خلينا نكون واقعيين ونشوف هل الكلام يعني ممكن يبقى ورقة زي مصطفى فتحي عنده فرصة التواجد حد زي احمد ياسر ريان حتى لو كان بعيد بقاله فترة ممكن يبقى ورقة يعني يمكن استخدامها هي الواقعية بتقول ان كارلوس كيروش والجهاز الفني للمنتخب مصر مش هيقوم بتغييرات كبيرة في مباراتين مصريتين قدمتين بعد بطولة الامم خلاص اعتقد ان بطولة الامم اسباتة الجيل الحالي للمنتخب المصري بينقصوا حاجات بسيطة جدا عشان يبقى فريق يبقى متصدر او على قمة القرة بسيطة جدا بزمتك يعني بسيطة جدا دي هعطت تحتها خطوط حمرة لا كافراد كافراد يعني كاسكواد وافراد وحاليا فعلا الدور المصري لو بصينا مش هلقى بيفرز المواهب اللي هي ممكن تدخل يمكن احمد عبدالقادر فقط هو اعتقد انه لازم يبقى موجود في المباراتين القدمتين وان كنت شخصيا يعني ما بفضلش الدفع به في المباراتين دول عشان ما يتحرقش بدل لان احنا شوفنا العيبة كتير هو المركز ذات حديدا عايزة اسمع علاقكم تول اتنين في الحتة دي المركز ذات حديدا عندي تلات اسماء بتتنفس عليه مين الاصلح من وجهة نظركم في مطش السنغال قاهرة ومطش السنغال لانه ممكن الادوار تختلف في نفس المركز قاهرة عندكار عندي احمد عبدالقادر عندي تريزي جي عندي عمر ماربوش اعتقد ان التلاتة دول هما الابرز في حتة الجناح الشمال في منتخب مصر في الفترة الحالية مين اللي هيلعب ولا مين الاصلح انت اقولي من وجهة نظر اللي هيلعب مارموش اللي هيلعب مارموش مش هيغاية الاصلح تريزي جي الاصلح تريزي جي كمستوى حاليا وبعد ما شوفنا تقلقه مؤخرا مع فريقه وخصوصا انا عجبني جدا قررت تريزي جي بالرحيل عن أستون فيلا واختيار الفريق اللي سابق ليه لانه هيبقى فريق خلاص كان قاسم باشا بس يعني برضو اجواء الدوري التركي مش جديدة عليه واختار صح واعتقد ان هو اللي هيبقى موجود بشكل اساسي احمد عبدالقادر حتى لو اتاخد المنتخب هتبقى مكافأة لي على مستوية لكن ما اعتقدش ان هو ممكن نشارك بصفة السيئة وسيم انا متفق طبعا مع فاروق تريزي جي منزبايا هو رقم واحد دلوقتي وفقا للأداء اللي احنا منشوفه الاسبوع الماضي مسجل هدفين الاسبوع ده مسجل هدف فاتر سجي بنسبة رقم واحد رقم اثنين عمر مرموش بحكم برضو المنافسة وشدتها ده رجل جاي من الدوري الألماني بس بيدخل معاك كمان حقيقة عبدالقادر لانه بقدم مستوى عالي جدا وزي ما انت قلت ممكن من المباراة للتانية تختلف الأدوار انا بشوف انه عبدالقادر تحديدا يتم استخدامه في المباراة الأولى في مصر لان عبدالقادر لسه صغير في السن معندوش خبرات كبيرة انه هو يلعب تحت ضغط هناك في السنغال وشوفنا الملعب الجديد ملعب رهيب جدا انا شايف انه يلعب هنا في وسط الجمهور وعرفنا انه هيكون في موجود حواري خمسين الف متفرج عبدالقادر ماشي فورمة كويسة في مصر يقدر انه هو جوا في القاهرة ممكن ناخد بعض من الوقت ويصنع الفارق في الخارج لا يبقى الاكتر الاعتماد على تريزي جي وعمر مرمو زي ما حطيت هنا انا شايفها بصراحة مباراة صعبة حتى لو هنا في مصر هتبقى مباراة صعبة اول اللي فيهرة في مصر اصعب من اللي انك في مكار ويبقى فيه ضغط جمهير واللي هنا في مصر هتحدد لك سيناريو دقاء طبعا والعيب يلعب مباراة الدولية الاولى ووسط